موسيقى مساء الخير قبل الأيام قليلي من إقفال باب تسجيل المنتشرين الأرقام تسجل قفز نوعية فيما انشغال البعض ينصب على اتهام التيار الوطن الحرب بامتلاك داتا المغتربين فكيف تعلق وزارة الخارجية على مسافة ثلاثة أيام من انتهاء مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع بالانتخابات المقبلة قفزة نوعية بعدد المسجلين لوحظة الأربعاء مع بلوغ رقم 180.345 مرتفعا بـ 14.864 عن يوم أمس الثلاثاء والضعف بحوالي 88.165 عن العدد الإجمالي المسجل في عام 2018 والبالغ في حينه 92.180 تصاعد الأرقام هذا سجل في كل من أمريكا الشمالية حيث ارتفع إلى 42.367 بعدما كان في العام 2018 21.800 كذلك في أوروبا حيث بلغ 56.844 بالمقارنة مع 24.400 منتشر تسجلوا كانوا في العام 2018 كما في أوروبا هكذا في أسيا والدول العربية التي لوحظ فيها ارتفاع النسبة الأكبر من المسجلين لتبلغ 45.277 بالمقارنة مع 12.998 في العام 2018 تبقى كل من أفريقيا التي سجلت 14.961 وأستراليا 16.654 وأمريكا الجنوبية 4.242 ما أن روصدت الأرقام الإيجابية حتى شن البعض حملة أعلامية على تيار الوطني الحر متهما إياه بامتلاكه ذات المنتشرين بعدما عمد بعض الأعلام إلى بث أخبار عن شكاوى لمنتشرين بدول الاختراب عن تلقيهم اتصالات على هواتفهم من الماكينة الانتخابية للتيار تطلب منهم داتا عنهم فماذا تقول الوزر المعنية بالموضوع؟ داتا البرسونل طبع أي حدا بيسجل الانتخابات هي محمية بديسكليمر موجود بالويب سايت اللي نحن عم نستعمله بمعنى نحن كتير واضحين مع الناس اللي عم بيسجله المغتربين أنه هذه المعلومات تستخدم فقط في عملية التسجيل وعملية الانتخاب ولا يتم مشاركتها كـ Contact Details يعني عم نحكي عن أرقام الهواتف وعن البريد الإلكتروني لا تتم مشاركته مع أي جهة كانت اللي بيتم مشاركته هي القوائم الانتخابية النهائية اللي هي بتنتشر بالنهاية بتنتشرها وزارة الداخلية فلما يكون نحن عنا عدد مشترك كبير من المغتربين هن نفس القوائم اللي تسجلت بالانتخابات الماضية هيدا عطى ويندو حوالها أربع سنوات لكل الماكينات الانتخابية لأي جهات إن كانت إنها تقدر تستحصل على Contact Details بكل الطرق اللي معروفة عبر السوشيال ميديا From where to mouth ما في حدا نقدم أي دليل على تسريد تم ما في شكوى ثاريت ما في أي شكوى من سفراء أو حتى من منتشرين برا لا شكوى رسمية ما وصلنا أبدا نسمع مثلكم على السوشيال ميديا حدا بيحط مثلا من فترة في حدا حط عن أصليتنا العامة بنوريات كان الجواب واضح جدا إنه الاسم الموظفي اللي يتم الشكوى منها إنه هي اللي تواصلت طلعت هيدا الاسم منه موجود ما في موظفي بهالاسم بالأصلي العامة إذن أية شكوى لم تصل للخارجية حتى اللحظة والتحضيرات جارية لتنظيم عمليات الاقتراع بالخارج علما أن احتمال إجراء الانتخابات في 27 أذار قد يصطدم بعلاقيلة تقنية لنحية تنظيم العملية في الخارج يعني حعطيك إكزامتل عن أول إيطاب بدا تصير نحن يفترض أنه بـ 20 الشهر اللي هو السبت بيتسكر بيب التسجيل كان يفترض أنه السفرات تبعونا في معهم شهر لحديد فان دي سان أنه هن يعملوا الـ validation process اللي هو بيترجموا هن كل الطلبات اللي تقدمت باللغات الأجنبية من بعد ما يترجموها بيبعثوها هذه العملية كان معنا شهر اللي نعملها هلأ بالمهن الجديدة معنا بس عشر تيام اللي تنعمل من بينتهم في أيام عطل يعني فعلياً خمس تيام وهذا الشيء كتير صعب بانتظار بيت مصير الطعن الذي قدمه التكتل اليوم بتعديلات قانون الانتخابة ولسيما لنحية تمثيل المنتشرين يبقى تعويل على بلوغ عدد المسجلين مع انتهاء المهلة في عشرين تشرين المتين ألف إلى ذلك صدر عن التيار الوطني الحر ألبيان الآتي تداول بعض الأعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل صوتي نصبت إلى التيار الوطني الحر واستخدمت لاتهام التيار بالاستحصال من مؤسسات الدولية على داتا المنتشرين الذي سجلوا أسماء أخيراً في السفرات بالخارج إن التيار ينفي أن يكون قد استحصل على هكذا معلومات من داتا المنتشرين الذين تسجلوا في السفرات ويؤكد أنه يملك داتا من دون الحاجة للحصول عليها من مصادر رسمية وذلك ثمرة لعملوا المباشر مع الانتشار على مدى 30 سنة منذ أن أنشأ مؤسسات وجمعيات بالخارج واكبة العمد عون بمنفاه وهو اليوم مثل بقية الأحزاب والتجمعات المدنية بصدد حملة التسخيم تسجيل المنتشرين للانتخابات المقبلة وهو ما أظهرته أيضاً التسجيلات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببقية الأحزاب والتجمعات إن التيار كان ولا يزال الحريص الأول على تثبيت حق المنتشرين بالانتخاب وهو ترجم هذا الحرص بقانون لانتخاب الدائرة 16 التي هي المطلب المزمن للانتشار فيما انصرفت الأكثرية النيابية إلى نسف هذا الحق الاستراتيجي من خلال إجهاد انتخاب المنتشرين لممثلين المباشرين بمجلس النواب وتالياً إن إثارة بعض الأكثرية النيابية مسألة الداتا ما هي إلا ذر للرماد بالعيون لتخطيط خطيئة إلغاء مقاعد المنتشرين وللتعمي على ما يقومون به هم من حمل الدعاية مغرضة واتصالة واسعة بالمنتشرين وكذلك بالمسجلين بعد المجزرة الدستورية بمجلس النواب العين على المجلس الدستوري حيث تقدم تكتل لبنان القوي بمراجعة طعم بالتعديلات على قانون الانتخاب نحو المجلس الدستوري صار تكتل لبنان القوي حاملاً الطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب المتفق عليه والمقر منذ عام 2017 وعلى رغم أن مصادر رئيس نبيبري أكدت للأو تيفي أن رئيس المجلس النيابي لن يتدخل لا من قريب ولا من بعيد بعمل المجلس تبقى العين على أي ضغط ممكن أن يمارس على هذا المجلس لعدم اجتماعه كما حصل عام 2013 حين مدد المجلس النيابي لنفسه وتقدم بالتعن حينها كل من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وتكتل تغيير الإصلاح ما فينا لأنه زرفياً بتنسبنا مشين شغلي نجي نتيح بمبدأ أساسي ماشين كلنا عليه انتوا بتتذكروا انتخابات الرئاسية قديش طالفينياش عاصة النيسات فيها ما فيك تغيري فيها هالقصص لأنه اليوم بنسبك تمرقي حدا وما تمرقي حدا هيدا أساسيات ومكادسات بنظامنا لازم نحافظ عليها يوم مجلس الدستوري مدعو ليخد قرار مش على حسابات انه مين بتفيد بالانتخابات أكتر او مين بيستفيد أكتر اذا صوت هيدا هون اذا صوت بأدار او صوت بأي يار بدوا يخد قراره على اساس شو الأزبط لأنه كلنا رايحين انما نظامنا السياسي واستقرار مؤسساتنا وسلامة قوانيننا هي اللي باقي انا بتمنى انه مجلس دستوري يتحمل مساعدة على الصعيد الحكومي لا حل بعد من دون ان ينفي ذلك جو التفاؤل الحذر تقرير ريتا نصور انجليني هل يحمل الاصبوع الطالع مؤشرات ايجابية لحل الازمة الحكومية بنفحة تفاؤل ولكن حذر تتعاطى الاطراف السياسية مع هذا الامر ومصادر معنية تؤكد للأو تي في ان الشغل ماشي ولكن عناصر الحل لم تتبلور بعد بشكل كامل مشددة على ان كل الملفات باتت مرتبطة ببعضها البعض من ازمة البطار الى الازمة مع دول الخليج وصولا للازمة الحكومية من جهتها تعاول مصادر رئيس ميقاتي على تاريخ عيد الاستقلال لترجمة الايجابيات الموجودة برأيها وتقول قد ينتج عن الصورة الجامعة المتوقعة في عيد الاستقلال شيء ما عملي واستحديث في الكواليس عن مبادرة يجري العمل عليها من عين التيني باتجاه بعبدة تنفي مصادر ميقاتي ما اشيع عن لقاء سيء جمع الاخير بسليمان فرنجيه وتؤكد ان العلاقة التاريخية والمناطقية التي تجمع الطرفين قادرة على تذليل كل العقبات علما ان مصادر سياسية اكدت للأو تي في ان استقالة قرداحي واقعة حتما وان استبداله متاح اكثر من ذلك قيل ان احد قيادات المردة بدأ يروج الى انه هو الذي سيسمى قريبا كبديل عن ارداحي في الموازات وفيما لم يحضر بعد اي موفة قطري الى لبنان اكدت مصادر ميقاتي ان رئيس الحكومة لم يتبلغ ابدا لا بموعد الزيارة ولا باي الغاء لها معاولة في الوقت نفسه على الزيارات الخارجية التي سيقوم بها ميقاتي الى قطر وروما لاراحة الاجواء واستمعلومات غير رسمية بعد عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الى قطر فاصل نعاود بعد مواصلة النشرة نحن بكم من جديد ترشيد الدعم جزئيا دخل حيز التنفيذ واسعار الادوية فوق طاقة المواطن جورج عبود من دون اي اعلان رسمة وعبر تسريب لوائح باسعار جديدة ظهرت للعلن تلقف بامتعاض المواطن ترشيد الدعم عن الادوية فضع بالاسعار بين ادوية مدعومة واخرى مدعومة جزئيا واخرى غير مدعومة نهائيا الا انه بالنتيجة الدواء يلي كان لازم يكون خط احمر ارتفعت اسعاره وما رح يكون بمتناول اسم كبير من اللبنانية رح ندخل بتفاصيل ارار رفع الدعم الجزء الاخير يلي وقع وزير الصحة في راس ابيض بطريقة مبسطة المعادلة هي على الشكل التالي كلما كان تمن الدواء مرتفع كلما كان الدعم اكبر والعكس صحيح بمعنى الادوية باقل من 5 دولار رح يكون الدعم بنسبة 25% فقط الادوية المستوردة بين سعر 15 دولار نسبة الدعم 45% الادوية بين 10 و50 دولار رح يكون دعمة بنسبة 65% الادوية يلي بزيد سعره عن 50 دولار بيبقى دعمة كامل على دولار 1500 ليرة الدولة عاجزة ومعاد عنا خيارات هيك لخص مصدر مطابع مجريات الامور بقطاع الدواء هلا هو بالحقيقة ما رفع الدعم خففه ومش على كل الادوية على جزء من الادوية وتنكون دقيقين اكتر ادوية الامراض السرطانية والمستعصية ما تغير شي فيها بعدها مسعر على الالف وخمسة متل قبل الازمة متل الالفين وتسعتاش وثمانتار هلا اللي تم تغيير الاسعار عليه هو ادوية الامراض المزمنة يلي تغيرت نسبة الدعم كان مدعوم 100% على الالف وخمسة هلا صارت النسبة بتتراوح بين الخمسة وعشرين والثمانين بالمية حسب الدواء وحسب سعره وأهميته فبالإجمال لا يزال مدعوم إنما مدعوم بنسبة مئوية أقال مما أدى إلى ارتفاع سعره طبعا وفي عدد من المواطنين يلي الإدراس الشرائية طبعا ما بتسمح لهم إنه يتحملوا هذه السيادات مظبوط إنما ما وصل بعد لسعر سعره الفعلي يعني السعر المحسوب على سعر الدولار طبع الأسواء بعدنا مدون هدول المستويات بظل انهيار القدرة الشرائية وقبل أعطاء البديل من مساعدات اجتماعية أو حتى بطاقة تمويلية هل رح يصير دول مواطن من الكماليات؟ شو فيه يعمل المواطن لما بيكون السعر لا يتناسب مع عددته الشرائية عنده شغلتين بيقدر يعملها أول شغلة إنه يلجأ لأدوية أرخص أدوية جانسية أرخص يعني جانري أرخص وهون طبعا طبيبه والصيدة اللي هن اللي بيقدروا يساعدوه تالي الشغلة بيقدر يروح مثل ما أكد لنا معالي الوزير على مراكز الرعاية الصحية يمكن ما يلاقي فيها كل الأدوية اللي بدوا إياها بس بيلاقي فيها علاجات فيها تساعد وضعه الصحي وهوني كل واحد بيدفع رقم ربزي بصراحة يعني مش ما بيدفع حقه للدول مصرف لبنان صار عاجز عن تخصيص الدعم الكامل للقطاع فهل من ضمانات مستقبلية بعدم توسيع رقعة رفع نسبة الدعم؟ الأموال المتوفرة بالمصرف المركزي من أجل الدعم تقلصي 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 ثم ما بقى منها إلا القليل منش أن هيك بتلاقي نرفع الدعم عن البنزين عن المزوط عن المأكلات وعن أمور عديدة هلأ فيه اتفاق بين وزارة الصحة والمصرف المركزي أنه يكفوا يدعموا القطاع الصحي إنما مش متل ما كان بالماضي بنسبة أقل مش أن هيك الميزانية اللي أعطيت لوزير الصحة من أجل إدارة أولويات احتياجات اللبنانيين هي عدوة 25 مليون شهرياً بس تالناس يعرفوا كان لبنان يصرف عدوة 80-90 أو 100 مليون دولار شهرياً يعني عم نحكي على مبلغ أقل لغاية هذه اللحظة التنسيق كامل بين المصرف المركزي وبين وزارة الصحة وأنا بقدر أكد أنه يمكن فيه أكتر من اجتماعين أسبوعياً بيصيروا بين الطرفين من أجل التنسيق على كل الأمور أكيان على الأمور استراتيجية أو على الأمور الإجرائية أو التنفيذية أو البلية أو غيرها وبالتالي يعني نحنا كلنا إيمان أنه الكل رح يلتزم بما تم الاتفاق عليه بوقت انضم قطاع الأدوية لمرمى الأزمة الاقتصادية كان لفت بيان نقيبة مصانع الأدوية يلي أكد التزامه بتأمين الدولة اللبنانية بأسعار أدنى بـ 30% من البراند وـ 15% من الجنسية المستوردة فهل سيصل اللبناني لأنيعة أنه الدولة الوطنية بيشفي كمان؟ مع هذا التقرير موصل لختم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وإنستجرام وطويتر شكرا لكم وتصبحوا على ألف خير موسيقى موسيقى